السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة هبة من أكاديمية الميقات الإسلامية سنبدأ اليوم بمتابعة شرح هذه القصيدة وهي قصيدة هذا هو الأردن وصلنا إلى البيت الحادي عشر والأردنيون النشامة مهجة رقت ولكن في الوغة استبسالها مهجة أي بمعنى روح ونفس ومادتها اللغوية مهجة الوغة أي بمعنى الحرب ومادتها اللغوية وغية استبسال أي بمعنى الشجاعة والقوة ومادتها اللغوية بسلة الشرح الأردنيون عامة وأهل البادية خاصة يمتازون بالرقة واللين في التعامل مع مني الجألهم ويحتمي بهم ولكنهم في الحرب أشداء أقوية يمتازون بشجاعتهم الآن أعربي لكن لكن هنا المخففة من لكن تفيد الاستدراك لا عمل لها في الوغة هنا شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ مقدم واستبسالها هي مبتدأ مؤخر مرفوع على مترفعه الضمة الآن ننتقل إلى البيت الثاني عشر شم الأنوفي على السيوف توقعوا الصيد تسبق قولها أفعالها شم الأنوفي أي بمعنى الأعزاء الشامخون ومادتها اللغوية شمامة توقعوا أي بمعنى اعتمدوا ومادتها اللغوية وكأة الصيد أي بمعنى الشجعان ومادتها اللغوية سيدة إذن أهل الأردني أصحاب عزة وشرف وقوة يعتمدون على الأفعال في حماية أهلهم وديارهم حيث اعتمادهم على السيوف لا على الأقوال إذن أعلي بشم والصيد هنا شم الأنوفي والصيد هنا جاءت مبتدأ مرفوع على مترفعه الضمة أين الخبر؟ توقعوا الجملة الفعلية هي خبر المبتدأ شمه وتسبقوا الجملة الفعلية هي خبر المبتدأ الصيد إذن الجملة الفعلية توقعوا وتسبقوا فيما حر رفع خبر المبتدأ هنا قولها أفعالها الأفعال هي التي تسبقوا الأقوال فقولها هي مفهول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف وأفعالها هي فاعل مؤخر مرفوع على مترفعه الضمة وهو مضاف الآن ننتقل إلى البيت الثالث عشر وإذا العروبة لم تزين هامها بعقالها ضاعت وضاع عقالها هنا العروبة الأصل العربي الذي يجمع العربة وهو أصل قوميتهم وتاريخهم ومادتها اللغوية عربة هامة أي بمعنى أعلى الرأس ومادتها اللغوية هامة عقال هي الجديدة من الصوف أو الحرير تلف على الكوفية ومادتها اللغوية عقلة إذن يجب أن يحافظ العرب على عروبتهم وقوميتهم ولغتهم لأنها تحفظ قوتهم وعزتهم فإذا ضاعت العروبة ضاع أصلهم وضعف هنا لدينا صورة فنية شبه العروبة بإنسان وكما شبه اللغة العربية بعقال يوضع على الرأس إذن العروبة هي الإنسان والإنسان هذا يزين رأسه بالإعقال والإعقال هو اللغة العربية أو التراث أو الأصل الذي ينتمي له العرب أعرب لم تزين هي في حالة مضارع مجزوم على متجزمه السكون وصلنا إلى البيت الرابع عشر يا إخوتي للشاعر في هذا المدى فرس يتيه بحبكم خيالها المدى هي الأرض الواسعة ومادتها اللغوية مدية يتيه أي بمعنى يفتخر ومادتها اللغوية طيئة إذن الشاعر العربي يفخر بأهل الأردني في جميع البلاد العربية إذن شبه الشاعر بفارس إذن الشاعر في هذا البيت كأنه فارس يمططي فرس والفرس هنا أيضا إنسان يفتخر بحب هذا الأردن إذن الشاعر يمسك اللغة العربية والفارس يتمكن من هذه اللغة والذي يفتخر بعروبة أهل الأردن وحب الأردن إخوتي هي عبارة عن إخوة زائد الضمير الياء تعرف منادى منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على التاء من عمضه لي اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف هنا اسم اتصل بالضمير الأصل أنه هنا أسلب نداء يعرف منادى منصوب بالفتحة لكن بما أن الاسم اتصل بياء فنقدر الحركة على التاء لمناسبة الياء المدى هنا تعرف بدل مجرور علامة تجري الكسر المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن اسم إشارة هذا جاء بعده اسم معرف بأل فيعرف الاسم المعرف بأل بدل فرس تعرف مبتدى مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة لأنها التقدير الكلام في هذا المدى فرس في هذا المدى شبيل جملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم الآن وصلنا إلى البيت الخامس عشر والشعر مثل السيف أن لم ينتصر للحق ضاع من الحياة جمالها انتصر للحق أي بمعنى دافع عن الحق ومدته اللغوية نصر الشرح أن رسالة الشعر الانتصار للحق كما أن مهمة السيف الدفاع عن الوطن ولا قيمة للشعر ولا جمال للحياة إن لم يكن الشعر صادقا في حديثه إذن شبه الشعر بالسيف الذي ينتصر للحق الشعر هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة ومثل خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة إن هنا أداة شرط جازمة لم ينتصر هنا الجملة الفعلية هي فعل الشرط وضاع هي جواب الشرط إن لم ينتصر للحق ضاع الجمال من الحياة وهنا عزيزاتي نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح قصيدة هذا هو الأردن الآن واجب حل أسئلة هذه القصيدة مع السلامة 小سيلا إذا استرق груommt شرح فبر المبتدأ جب جزيلا وأحساس ثمن إلى نهاية شرطة هذه القصيدة أنا مبتدقة شرحة сложно انتهي ف multis